أيها المحب يا سلام الله إنك لا تكتب من أحوال القلب شيئا شايفك ما عم تكتب لي أحوالك شو عم يصير معك من ترقيات من أحوال من كشوفات من أزواق مواجيد ما عم تكتب إنك لا تكتب من أحوال القلب شيئا فليش ليش ما عم تكتب لي شو عم يصير معك لأنه المريد في السلوك وفي الطريقة قال ينبغي أن يكتب لشيخه يعني بالوسطية كل خمسة عشر يوما عن أحواله ما يغط سنة بعدين يقول له والله من ستة الشهور هيك صار معي خمسة عشر يوم خمسة عشر يوم فقال له ما عم تكتب لي شيء شو السبب قال حتى نطلع على كيفيته حتى نشوف شو القصة شوف الحال حتى نعرف انصنفك نعلم إلى أي درجة وصلت في الطريق إلى أي ترقية ترقيت إلى أي درجة أما أنت ما عم تذكر أحوالك فأنا لأن الشيخ عنده طريقين بيعرف مقام المريد طريقتين إما بعرض المريد لأحواله أو بإشارات إلهية للشيخ عن هذا المريد لكن الأصل هو الأولى الأول الأصل هو الأول يعرف يعني المريد لما بيذكر عن أحواله بيعرف الشيخ وين وصل أحيانا الله سبحانه وتعالى يلهم الشيخ شيئا عن أحوال هذا المريد خصوصا إذا كان في مراحل متقدمة وصار قريب من يعني مثلا الولاية أو الخلافة أو الكذا فبصير أحواله أول بول عند الشيخ بتصل من الملأ الأعلى قال حتى نطلع على كيفيته فلا بد لك من كتابة شيء كتب ما عم تكتب لي كان يكتبوا بالوراء هلأ على الواتس هلأ أسرع بكتير صارت السلوك والمريدين والأوراد ومدرشوها على الواتس أب ما شاء الله إيه قال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر